فلسطين هي الدولة التي ولد فيها سيدنا المسيح عليه السلام وعاش فيها المسلمون والنصارى وقليل من اليهود أيام الحكم العثماني في عام 1917 بيطانيا تحتل فلسطين في الحرب العالمية الأولى بعد تبضل العثمانيين وفي نفس الوقت كيام الحركة الصهيونية في أربا ولا تتبيد وطن قومي لليهود فقصد وزير خبجيب بيطانيا بلفو وعده الشهيب والذي ينص على نقامة وطن قومي لليهود في الفلسطين وفي عام 1920 تم عمل مؤتمر سان ميمو للدول المنتصر في الحرب العملية الأولى لها حق الانتداب في الفلسطين وفي عام 1936 إلى عام 1939 خبجت مظاهرات شعبية ضد الأحكام العرفية التي يزبها الاحتلال بيطاني وضد الوجود اليهودي في فلسطين في عام 1947 الأم المتحدة توصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين دولة عربية دولة يهودية والقدس منطقة دولية واللجنة العربية توفض هذا التقسيم وفي عام 1948 قامت حرب بين الجيش العربية والعصابات اليهودية لتحقيق فلسطين وهزمة الجيش العربية والأردن تحتل دفة الغربية والقدس الشركية ومصر تحتل قطاع غزة وسرائل تستولى عربية فلسطين وكيام دولة الكائن السهيوني عام 1948 وتحت اعتباف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيت